بتسدوا اذا عملتوا الكباب بالبيت مع سلطة المشاوي المقدمة مع الخبز المشروح اللي بيكون مكحمش بشاهي القلب وتعملوهم زي السنويشة بيطلعون جد بيشاهو وعفكرة ما رح ندخنهم بس رح يطلع طعمهم مدخن كأنه عملينهم على الفحم وكلها على بعض الوصف ما رح تاخد معاك وقت والاهم انك بتعرفي شنوع اللحم اللي انتي بتستخدميها اول اشي للكباب رح اخد 500 جرام من اللحمة بصلة مفرومة وعندي بقدون سناعم ملح فلفل اسود مع لقتين من البربكي يصوص عشان نعطيها نكهة التدخين حطيتهم على سياخ الخشب مثل هيك ودخلتهم على الفرن الحرارة 200 شعلة فقط من فوق لا تقريبا 12 دقيقة بيكونوا جاهزين لها صلطة المشاوي اربع حبات من البندورة اللي فلفل البصل وفلفل حار وسنين من التوم دخلتهم على الفرن الحرارة برضو من فوق لحتى استووا واخدوا هذا اللون الكتير حلول بعدها رجعت رجعت البندورة وهرستها شوي ورجعت رجعت عليها الفلفل المقطعتها كتير صغير والفلفل الحار والبصل والتوم كلهم قطعتهم كتير صغير وحطيتهم هرستهم شوي مع بعض مع شوية بقدونس معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة فلفل اسود دبس رمان ومعلقة صلطة البندورة هاي كتير مهمة لانها منزل لون رح تعطي لون حلو كتير رح تعطي طعم كتير حلو اكيد متوفر بكل مكان شوية زيت زيتون بتطلع بتشحي القلب حطيتها على الخبز المشروح على الفرن لاخدت برضو لون وتكحمشت الشوي وقدمتها مع الكباب فيه اسرع وعطيه بنهاك لا ما فيه